اشتركوا في القناة عبر اختيار سعادة النائب عادل الأسوم رئيسا للبرلمان العربي بالتسكية واستهل المجلس جلسته باختار الاعضاء باحالة التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2019-2020 الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه كما عرض المجلس طلبات تشكيل لجان التحقيق بشأن الخدمات الطبية وصناديق التقاعد بعدها نقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البيئة ثم ناقش المجلس تقارير لجان النيابية بشأن الاقتراحات بقانون وتقارير لجان النيابية بشأن الاقتراحات برغبة بالإضافة الى رفع 13 اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال الى الحكومة الموقرة وعقب الجلسة جرى انتخاب رؤساء ونواب رؤساء لجان المجلس النوعية الدائمة شرفت اليوم بتمثيل الحكومة في جلسة مجلس النواب تم ناقشة العديد من النقاط لامها قانون البيئة في الواقع بينا اهمية هذا القانون وما يشمله من مواد تؤكد على الدور الكبير الذي يلعبه المجلس الاعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخص لجلالة الملك ان شاء الله سيكون هناك قانون يخدم أيضا مسيرة تنموية في مملكة البحرين مع حماية الجانب البيئي هذا المشروع تم دراسة من بداية دور العقادة الاول ثم تم انتهاء من جميع الاجتماعات وايضا اخذ الملاحظات في دور العقادة الثاني واليوم كان على جدول اعمال المجلس مشروع البيئة مواد اللي ناقشناها اليوم كانت جدا جدا مهمة ويعني اهميتها كانت في قضية ارساء مبدأ المحافظة على البيئة تم حالة ديوان رقابة المالية والادارية الى اللجنة المالية واحنا بدورنا بنقوم في البحث وتحريف جميع المخالفات اللي صدرت فيه سواء الادارية والمالية الوضع الحالي احتاج اليه رقابة اكبر من كل وقت مضى لان احنا في وقت نزلت فيه ارادات النفط الى اكثر من 39% وهذا يعطينا احساس مسؤولية نمحافظة على المال العام بشكل اكبر من اي وقت مضى وتصحيح وتقويم اداء المؤسسات الوطنية ورفق كفاءتها